موسيقى 2020 عام مختلف يودع مع جرعة أمل بعد سحابة قلق غشية البسيطة فمست الناس في أغلى ما يملكون الصحة والمال وحده الإيمان بالقدرة على الخروج من رهاب الجائحة بأقل الخسائر عزز من كفاءة الاستراتيجيات التي انتهجتها بلادنا فتفاوتت مستويات تنفيذ البرامج بحسب الظروف والإكرهات التي أملتها البرامج الجديدة والتي كانت من وحي الأوضاع الصحية المستجدة من حسن الحظ أن الظرفية العامة في البلاد تميزت خلال عام ونصف بانفتاح ذلل عقبات التواصل وساهم في إذابة الجليد بين مختلف القوى والمكونات على اختلاف أهدافها ومرجعياتها دون أن يمس بقواعد وأصول الاختلاف ولا بحريات واتجاهات الأطراف المشكلة لتوازنات المشهد أسلوب تتطلبه المرحلة لبلد يقع ضمن دائرة اهتمام إقليمي ودولي ويزخر بمقدرات واعدة ويحتاج إلى الوقوف على أرضية مشتركة لمواجهة التحديات وفي طالعة تلك التحديات فيروس كورونا لمستجد هذا الوباء الذي واجهته بلادنا بسلسلة إجراءات وقائية وصحية وتحسيسية واقتصادية واجتماعية تضمنها خطاب رئيس الجمهورية وتضمنتها أيضا سياسات الحكومة في الميدان فقد جاء خطاب رئيس الجمهورية متزامنا مع الدخول في مرحلة جديدة من الاستعداد لتداعيات هذا الوباء الذي ضرب العالم بقوة فكان الإعلان عن تأسيس صندوق كورونا الذي ساهمت فيه الدولة بـ 25 مليار أوقية ضمن هبة وطنية شارك فيها الجميع إضافة إلى سلسلة خطوات أخرى من بينها تخفيف الضرائب عن كواهل بعض الخدمات وإلغاء جمركة بعض المواد الأساسية وتولي الدولة لتكاليف الماء والكهرباء عن فئات واسعة من المواطنين لمدة محددة إن حملة التضامن الوطنية تجسدت كذلك في إطلاق مشاريع وكالة تآزر فمندوبية تآزر ورغم أنها أنشئت أساسا لمحاربة التهميش والغبن ومساعدة السكان الأكثر هشاشة إلا أنها استقبلت كورونا بخطة دفاعية اجتماعية ذات أبعاد ودلالات إنسانية روعية فيها العوز الذي فقمت منه الإجراءات الاحترازية المواكبة لإستراتيجية محاربة الجائحة وما قد تؤدي إليه من تعطيل لأسباب الكسب من المطار القديم أقلعت أولى برامج تآزر مستهدفة المنمنة ضمن خطوة استباقية تحددت خلالها حصة لكل ولاية سلت ذلك رزمة أخرى من المساعدات العينية في شكل مبالغ مالية يتم تحويلها لمئات الآلاف من الأسر على دفعات للمساهمة في التخفيف من أثار الجائحة التي بدأ أنها مستمرة مع تزايد الإصابات والتساع خريطة انتشار الوباء لقد شكل الوعي بأهمية الوقاية هاجسا موازيا رصدت له موارد للدعاية والتحسيس ورسمت فيه خطة جسدتها لجنة وزارية تعقد اجتماعاتها حسب الظروف وتصدر قراراتها انطلاقا من تقييم الوضعية الصحية والاقتصادية في البلد وفيما كانت مواجهة الموجة الأولى من الفيروس تركز على تقوية مناعة الحدود لمنع تسلل الإصابات على اعتبار الخطر أكثر خارجيا فإن تحديات الموجة الثانية ضرضت عملا مزدوجا لقد شكلت سنة 2020 منعطفا هاما في مجال العناة بحق الإنسان وفي مقدمتها حقه في العيش الكريم وفي الحرية ومن نتائج ذلك أنه ما كد هذا العام يولي حتى كانت موريتانيا تحتل مكانة مرموقة في تصنيف الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بملفات حقوق الإنسان إن تحقيق هذه المرتبة لم يأتي من فراغ وإنما جاء بعد ثمرة جهود قطاعات وهيئات مختلفة عملت من أجل تغيير الصورة النماطية عن حقوق الإنسان في بلادنا ولضمان كرامته ورفاهيته فتحت الفرص أمام الشباب وحملة الشهادات ضمن حملة تشغيل وتكوين لم يمر العام دون تسجيل انضمام فيالق إليها من مختلف الفئات والأعمار أحلام الشباب في الثراء تعززت مع فتح فرص التنقيب عن الذهب السطحي وتوزيع مساحات استغلال هذه الثروات أمام آلاف الشباب الباحثين عن المعدن الأصفر بالتزامن مع تحسن أسعار خامات الحديد عالمياً ودنو إنتاج الشركة الوطنية لصناعة والمناجم السنيم من تحقيق سقف التوقعات هذا العام رغم الجائحة فدخلت الشقات وقليبندور وسمى التداول مع رحلة نزوح واسعة أملاً في ثراء سريع لم يطفئ سقيع تيريس 2020 حرارة الفرح بالمغامرة نحوه الطاقات الحية هي دينامو التنمية التي من خلالها تتصدر البلدان مواقع الريادة في المحافل الإقليمية والدولية وتقود زمام المبادرات لذا عقدت هنا في نواقشوط القمة السادسة لدول مجموعة الخمس في الساحل تحت الرئاسة الدورية لبلادنا لتضع أسس وقواعد مرحلة حاسمة من تاريخ هذه المجموعة التي تحظى دولها اليوم بوعي متزايد بمخاطر الإرهاب وبدرجة استيعاب أكبر لمختلف الإشكالات المرتبطة بالظاهرة في وقت تشهد فيه أساليب الجماعات المسلحة تغييرات وتكتيكات جديدة تنضاف إلى باقي التحديات المرتبطة بمحاربة الفقر والبطالة التي تشكل المصدر الحقيقي للتطرف والأنف وما لبثت هذه المجموعة أن أصبحت في مرمى نيران عدو آخر عكر صفو الحياة وخيم بمزاجه الثقيل على شعوب وبلدان المنطقة فبينما كانت الحرب تستهدف أعداء يتحركون في الغابات ويختفون خلف الجبال والكثبان وينشرون أفكارهم في أوساط الشباب وناقص المعرفة أصبحت الحرب على جباهات متعددة مع ظهور وباء ينتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم وتضعف معه مناعة الناس فيتفشى بين جماهير مشجع الكرة وهم في ذروة النشوة بمتابعة البطولات ويسري بين الطلاب والتلامير والطواقم التربوية والأطباء فيهدد بتعطيل الحياة وإيقاف دورتها مع ضربه للاقتصاد ورغم ذلك فإن موريتانيا شرعت في تنفيذ خريطة الطريق التي أعدتها لتكون منطلقا حاسما لإعادة تركيز عمل المنظمة وتفعيله مع الأخذب عن الاعتبار لقضايا محاربة الإرهاب بصورة أشمل عبر تحديد المشاريع والبرامج التي يجب تحقيقها وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تم رسمها وتمثل خارطة الطريق الموريتانيا إطارا توجيهيا مناسبا للعمل انطلاقا من محاور متعددة وجاءت أول قمة كسر الدفاعات كورونا بالماكشوت لتقييم الوضع وذلك خلال مرحلة هدنة تراجع فيها مستوى الفيروس نسبيا فكانت أول قمة غير افتراضية لتقييم عمل المجموعة والتأثيرات التي تركتها الجائحة وقد برزت ضرورة متابعة مدل التزام الشركاء الدوليين بتعاهداتهم خاصة في ظل المديونية التي أثقلت كواهل الدول المعنية مع استفحال انتشار هذا الوباء والحاجة إلى المزيد من الدعم لشعوب المنطقة من أجل تعزيز كفاءات اقتصاداتها لمواجهة التحديات ولما بدأ أن الجائحة مستمرة في حصد المزيد من الأرواح والخسائر وإنهاك الهياكل الصحية في البلدان المعنية عاد العمل باللقاءة الافتراضية لمتابعة أجندة العمل كما جرى تقوية تحالف الساحل يلتحق به داعم جدد وتتجدد الرغبة في تفعيل آليات هذا التحالف بما يخدم مصالح الجميع حرصت بلادنا وهي تقود مجموعة الخمس في الساحل خلال العام 2020 على ترأس غدة لقاءات ضمن هذه المجموعة عبر الفيديو كونفرنس جددت خلالها للشركاء أهمية الشراكة في مواجهة التحديات ووضعت النقاط على الحروف بخصوص ما ينبغي القيام به خاصة في ظل الجائحة وما خلفته من أضرار اقتصادية واجتماعية وإنسانية في المنطقة إذ أكد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في أكثر من لقاء على أهمية التخفيف من المدونية عن البلدان المتأثرة تأثرا شديدا بالجائحة لتتمكن من الصمود أمام مختلف الصعوبات ولتحقق التنمية المطلوبة علاقات موريتانيا بمحيطها الإقليمي والعربي ظلت على قدر كبير من الاحترام والتقدير مع حضور بلادنا مختلف المناسبات والأحداث التي تشهدها بعض الدول الصديقة والشقيقة مقدمة تمثيلا يليق ببلاد عرفت بدورها التاريخي في نشر الدين الإسلامي والثقافة العربية وبعلاقات حسن الجوار مع جرانها فها هو رئيس الجمهورية يحضر احتفالات تنصيب عدد من الرأساء الأفارقة تعبيرا عن عمق العلاقات مع هذه البلدان وها هو أيضا يحط في الكويت مواسيا في وفاة الأمير الراحل رغم ظروف الجائحة ومع استمرار العمل على تجاوز محنة كورونا والتطلع إلى تضميد الجراح التي يتركها مع الاستعداد لاستقبال اللقاحات واصلت بلادنا تطوير التعاون في عمقها الآخر ضمن سياسة انفتاح تروم الشراكة الاستراتيجية مع بلدان عربية عديدة فكانت زيارة رئيس الجمهورية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بداية فصل جديد من التعاون يؤسس لعهد من التبادل والشراكة حين ترجمت تلك الزيارة إرادة البلدين من خلال اتفاقيات في مجالات عدة حصيدة أخرى في إطار علاقات الأخوة والتعاون حققتها بلادنا من خلال زيارة العمل التي أدىها رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني للمملكة العربية السعودية وهي الزيارة التي مكنت من وضع أسس علاقات تعاون في شتى المجالات وتمخضت عن توقيع اتفاقيات عدة لقد تمكنت بلادنا من تظيم علاقاتها الدولية مع عنق الإحساس بضرورة أن تشكل تلك العلاقات قنطرة تعبر منها البشرية إلى بر الأمان ليس في إطار علاقاتها الثنائية فحسب وإنما أيضا في إطار المنظومة الدولية التي يساهم تكسير الحدود بفعل التقنية والحاجة إلى جعل بلدانها مطالبة بالتعايش والشراكة وهكذا يودع العام 2020 مع التطلع إلى انبلاج فجر جديد تتعافى فيه البشرية من الجوائح وتعود فيها عجلة الاقتصاد إلى الدوران عجلة ظلت تدور في بلادنا التي أنهت العام بجملة مشاريع وإنجازات رسم رئيس الجمهورية في خطابه في ذكرى عيد الاستقلال الوطني الستين أبرز ملامحها في شكل إجراءات تقرر اتخاذها في هذا الإطار اشتركوا في القناة